من الأمور اللي كانت سائدة وقت احتلال الإنجليزي في مصر لما كان شخص في مكان مرموق وكانوا الإنجليز متضايقين منه فعايزين يشلوه بأي طريقة فما كانوش يحب يشلوه بطريقة غير قانونية فكانوا بيعملوا حاجة ظريفة أوي 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 كانوا يحاولوا يخلي حد يهيج الإنسان يكلموا بالطبيعة الإنسان المصري أو الإنسان الشرقي بمجرد ما بتكلموا يهيج وبيغضب فكان كتير قوي قوي بيحاولوا يخلوا الإنسان ده يغضب لدرجة إنه ممكن يقتل واحد فبمجرد ما بيقتل بيقبضوا عليه بيحكموا عليه بالمؤبد ويرموه في السجن فاتخلصوا منه لأنهم هيجوا لأنه ما قدرش يصمد قدام التجربة البسيطة اللي كانت بتواجه خليك معانا عزيز المشاهد أرحب بكم أعزائي المشاهدين في يوم جديد وفي حلقة جديدة من مدرسة الحياة أعزائي المشاهدين ما فيش واحد يقودنا في مشوار الحياة وفي برية الحياة إلا رئيس الحياة لو إحنا بنتعلم في مدرسة رئيس الحياة بنقدر نرسى بسفينة حياتنا إلى بر الأمان لو بيعلمنا أي شخص آخر إحنا في خطر وسفينة الحياة معرضة للخطر عديد المشاهد أرحب بيك وأحييك في يوم جديد ومعنا في مدرسة الحياة خادم الرب مبارك أخونا صديقنا الحل الدكتور جان قسطنطين دكتور جان برحب بيك شكرا دكتور جان ممكن بس المشاهدين يتعرفوا من أسيد جان أنا أصلا من لبنان وبقى لي أكتر من عشرين سنة في رعاية كنيسة عربية في برمينغام ألاباما في أمريكا أهلا بك أسيد جان شكرا شرفتنا كتير وسعد تكون معنا في مدرسة الحياة أسيد جان الحياة النهاردة خلينا نقاف قدام موضوع برضو موضوع الهم جدا برضو في مدرسة الحياة الرسول بوليس في آخر أصحاح في آخر أصحاح 12 بعد ما تكلم عن الصفات الجميلة والمواهب الرائعة إلى الله الروح القدس يعطاه الكنيسة قال إن أنا هو الريكم أو الروح القدس عايز يكشف لنا عمق أروع وأعمق اللي هو طريق أفضل وفي بداية أصحة 13 ابتدأ يتكلم عن قد إيه المواهب موجودة لكن للأسف بتخلو من الدسم بتخلو من العمق بتخلو من الرباط بتخلو من التوافق من خلال المحبة عشان كده قال كله لا ينفعه شيئا وليس شيئا وبعدين نبتدأ يتكلم عن صفتين في غاية الأهمية وفي غاية الروح ونفسي أقف قدام الصفتين دول لأنه أنا بقول إن كل الناس اللي بتسمعنا ولا سيما إحنا بطبيعة شرقية محتاجين نقف قدامهم شوية والإنسان بطبيعته محتاج يقف قدامهم شوية فقال الرسول فعاد أربعة قال المحبة تتأنى وترفق وأنا بقول إنه لو إحنا فقدنا الصفتين دولة إحنا فقدنا الكتير جدا 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 في حياتنا وعلاقاتنا وفي جونا الأسري أو جونا الكنسي أو في المجتمع خلينا نقف قدام الصفتين دولة المحبة تتأنى وترفق مين اللي نقدر نقول عنه يتمتع ودول جزء من الكيان بتاعه التأني والترفق هم فعلا صفتين رائعين جدا اللي اتميز فيهم الرب يسوع لأنه هو مثالنا ومثالنا الأول والأخير ولهذا السبب نشوفه يمارس أمام الناس التأني والترفق بهم هذا السبب لما مثلا وفي عدة أمثلي في حياة الرب لما كان على الأرض جابوا مرة أدامه امرأة ساقطة أمسكت في خطية الزنا الكل كان مستعد أن ينقض عليها كالنسر طبعا ووجدوها فريسة جاهزة للقتل والنهاية الانتهاء منها الكل كان ماسك الحجر بإيده مستعد أن يرميها عليها الرمي بالحجارة كان أمر حسب النموس في العهد القديم وكأنه كان محلل لهم أن يفعلوا ذلك بها لكن الرب يسوع لما نظر إليها لم يرى امرأة ساقطة بالمقارنة مع أشخاص وقفين حواليها اللي قييني دينوها أيما لكن هذا السبب قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر وبهذه العبارة لم يدينها هي لكن أدانهم هم وبرهانا لذلك الحقيقة مش هو اللي دانهم لأنه الربي يسوع لم يأتي ليدين لكن ليخلص لكن لم قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر كلامهم هم حياتهم هم ماضيهم أدانهم كشفت أعماق الفساد الداخلي كشفت أعماق طبيعتهم الداخلية فطول الأنات هي طبعا من نتائج ثمر الروح اللي هو المحبة بغلاطي ساعة خمسة بيقول أما ثمر الروح فهو محبة وبعدين من المحبة ينبع فرح سلام طول الأنات فما هي طول الأنات طول الأنات في إلها شقيقتها بسميها اللي هي الصبر الصبر وطول الأنات من فاكر أنهم مرادفات لكن بالحقيقة مختلفين كليا بالمعنى حتى باللغة اليونانية كلمتين مختلفين كليا طول الأنات تختلف خالص كلمتين 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 احتمال ثقل الاختبارات المرة في الحياة تجارب بكل اختصار تجارب صعوبات أمراض اتهاضات اختبارات اللي بتكون تقيل كتير اللي بيمر فيها الإنسان مرات بيكون في مرض شخصي مرض في العائلة فقدان أحد الأحباء وإلى ما هناك من اختبارات حياتية تكون مرة جدا لكن عليه أن يحملها فيقول فيقول أصبر بمعنى أحمل الحمل وقبله بفرح وتابع سيرك لا تقف في حياتك لكن استمر إلى الأمان زي ما قال الرب يسوع سمعتم بصبر أيوب وعاقب لكن طول الأنات لا تتعلق باختبارات الحياة الصعبة لكن تتعلق بالناس علاقتي بالآخرين بالآخرين في أشخاص اللي عندهم مهارة في إثارتي وفي إغضابي بكل سهولة بطبيعة مجتمعنا الشرقي نحن بكل سهولة نفور مثل المي اللي بتغلي والمي بتغلي بدرجة مئة مئوية أيوة لكن الدهب بيغلي بدرجة 3000 درجة مئوية يعني بده مدي طويلة حتى يغلي عنده طول الأنات عنده طول الأنات تمام فبتكون حامية نتوقع منه أنه يغلي يعني لو حطينا كاسة فيها مي وكاسة فيها دهب منلاقي المي كمان شوي بلشت الفققيع فيها وده هادي الدهب لساته هادي مطول باله والحرارة بتطلع لخمسمية ولألف ولألفين ولساته الدهب موجود وقعد ربعا بيقول خلي يكون طول الأنات يعني فيه أشخاص اللي بدهم طول بال كتير بدهم تحمل كتير فيه أشخاص بجوز باختباراتهم الماضي يمروا بمرارة وبحقدوا باحتقار من ناس تانيين اللي مررت حياتهم فلا يقدروا إلا أن يمرروا حياة آخرين لكن فيه كنيسة المسيح بحاجة أن نمارس طول الأنات مع الناس فيه أشخاص عم بيقول طول الأنات والترفق هيدول كأنهم توأمان مع بعض بمعنى أنه من جهة طول الأنات تحضرنا من الداخل للمنفعة في الخارج تجاه الآخرين وهي دي طبعا الهدف منها والنص بيصاح 12 و13 و14 بيحكي عن المواهب الروحية فالروح القرس يريد أن يستخدم هذه المواهب فيجهزنا ويحضرنا في الداخل للمنفعة الآخرين الحياة الكلام رؤى قوي قوي نحن على الأقل اللي بيسمعنا دلوقتي يعرف أنه أنه فيه مستويات لطول الأنات يعني أنا ممكن يكون طول الأناتي تصل عند درجة خمسين مقوية وتاني يمكن عشرة مقوية وفيه ناس تعملوا كده على طول يفور فبنتشجع المشاهدين أنه مهمة قوي قوي أننا المحبة المحبة تتميز بطول الأنات سؤال هام جدا جدا لما بنتكلم عن إلهنا الحلو وإحنا قلنا من صفات رب يسوع لكل المجد كان طويل الأنات وكان يترافق لكن خليني أقف قدام صفة الله تجاه الخاطئ المسكين واحد بيسمعنا دلوقتي واحدة بتسمعنا عاديين قدام شاشة تلفزيون ويمكن هو عايش في الخطيئة عمالة يطلع يبرطع يروح ييجي في الخطيئة فكر أنه الدنيا يعني خلاص تنست فصفة من صفات الله في علاقته بالإنسان لسيما مثلا خلينا ناخد شاهد في رمية اتنين أربعة وبيتكلم عن روح القدس ألا تستهيل بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن لطف الله إنما ليقتادك إلى التوب في كلمة عايزين نقدمها للناس ونقول لهم مين هو إلهنا الحلول أيو الرب لا يطلب مننا شيء لم يمارسه ويمثله أمامنا أيو هذه فيها ناخدها كأعدي لا يطلب مننا شيء فلسفي نطبقه بحياتنا الذي لم يمارسه ويطبقه هو أمامنا إن كان الرب يسوع في حياته على الأرض أو الله في معاملته معنا في أي تاني بتقول لو لمراحم الله لفنينا يعني الله بيطول باله كتير علينا لأنه يريد أن يحضرنا لما هو أفضل يريد أن يقدم ما هو أفضل لنا ومثل أولادنا في البيت لو عندنا خمس أولاد في البيت كل واحد بيختلف عن الثاني لا أستطيع أن أربيهم كلهم على نمط الأول أو على نمط أحد الأولاد لكن في أولاد اللي هادين كتير في أولاد بيتحركوا كتير يعني كل واحد بيختلف بشخصيك مزبوط فلكن الله مع كل الناس مطول باله علينا ولهذا السبب طول أناته هي درجة غليان عالي عند الله تجاه الإنسان لكن الله عم بيطول باله علينا في هدف وراها في هدف يعني مش عم بيقول طب أنتوا عملوا زي ما بدكم وأنا بآخر النهار رح أرحمكم هي مش طريقة الله هذا التفكير للإنسان وكأنه الشيطان يخدعنا بهالنوع من التفكير من الآيات الخطيرة يمكن اللي قلناها من شوية في روميا 2 بتكلم أنه الله رغم أنه غنى لطفه وإمهاله وطول أناته والهدف منها غير عالم لطف الله من اللي يقتادك للتوبة لكن من أجل قساوتك وقلبه غير التائب تذخر لنفسك الغضب يوم الغضب والاستعلان دينون طال عادلة يعني لو رفضت طول أناة الله لأننا مش عارف أنا عايشت حد إمتى الباب هيتقفل إمتى فبالتالي أنا في خطر شديد أننا نتعرض إلى دينونة الله وغضب الله المستعلن نتيجة خطأي أنا وقساوتي أنا دكتور جون خلينا هناخد فاصل قصير وهنرجع هنرجع هنرجع نكمل في نفس الفكر الهامدة وأتمنى المشاهدين وأنت بتسمعنا ما تستناش لما الفاصل ينتهي لو أنت بعيد عن ربنا لو أنت لسا عايش في الخطيئة لو أنت لسا بتكسر قلبه خد قرار ارجع ارجع دلوقتي وقول له رب توبني بشكرك أنك صبرت علي بشكرك أنك طويل الأنات يا رب يا رب أنا عايز أرجع عشان أفرح بيك وتمتع بوجودك في حياتي وجودك في بيتي وجودك في عملي وجودك في خطواتي ومشواري ورب أكيد أكيد هيمتعك بالباركة لما تجيله عزيز المشاهد انتظر معنا لحظات قليلة وهنرجع من مدرسة الحياة لكن لا نريد أن نفتكر أنه الله ديان الله يغضب الله عادل لمحة صغيرة صغيرة قوي 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 عن احتمال الزوب للزوج واحتمال الزوب لولاده قلت له ليش بتعامل لولادك هاي قال له لأنه أبوي على عمل نهي بتقول إيه للناس اللي بيسمعونه عن هذا الإله الحل الإله طويل الأنات عزيز المشاهدين بنرجع مرة تانية من برنامجنا مدرسة الحياة أحبائي وإحنا بنتكلم في أمر هيم وصفة من صفات الله ولأنه الله أحبنا لأن الله أكرمنا لأنه الله سكن فينا بروحه لأن الله بيعطينا فهو بيعطينا كتير لأنه خلقنا على شبهه على صورته فبيدينا كل ما نبقى أولاده كل ما نشارك الطبيعة الإلهية بنتكلم ومعنا خادم الرب المبارك دكتور جون قسطنطين برحب بيك سيد جون أهلا وسلم سيد جون كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الله بطول أناته وقد إيه الله محب وقلبه مليان بهذه الصفة الرائعة فهو الله طويل الأنات طبيعته في آية من الآيات الموجودة في بطرس الثانية في أصحاح اثنين في أصحاح ثلاثة خلينا نقرأ الآية دي مع بعض وبرضو ما زلنا بنقدم دعوة لكل بعيد ونشوف قد إيه لأنه ده إله رائع إله حلو وإله يعني من صفاته الغريبة جدا جدا أنه الإنسان يهلك لا أحب إيهلك البشر لأنه جاء آله يعطي حياة وما جايش عشان يدين والدينونة من طبيعة الله الغريبة لكن أنه يحب الإنسان وبيبحث عنه دي أحشاء الله وقلب الله في الجزء الحلو ده بيقول لنا في عدد عدد تسعة بقول لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنهم يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوت خليني العمر ده ذكرني بحدث حصل في العهد القديم في بداية الخليق الله قدم دعوة للإنسان عن طريق نوح وشر الإنسان زاد التسع الله قرر يبيد الإنسان كان في الوقت ده موجود ماتو شالح وأنا بشديني قوي قوي كلمة اسم ماتو شالح ماتو شالح كان أكثر الناس عمرا في على وقه الأرض وحسب التاريخ أنه في يوم موت ماتو شالح عندما يموت ماتو شالح جاء طوفان وكأن الله تأنى على الناس تحب تقول إيه للناس اللي بيسمعونا عن هذا الإله الحل الإله طويل الأنات الآية اللي بتقول اللي عم نتأمل فيها المحبة تتأنى وترفق ما قال الإنسان يتأنى وترفق ويرفق لكن المحبة المحبة كأن طبيعة المحبة هي التأنى والترفق وهذه من طبيعة الله لأن الله محبة ويقول الكتاب عنها وهذه من أسماء الله العظمى لهذا السبب الله دائما كان يمارس ميزاته وصفاته التي هو يتحلى بها لوحده ولما أخذنا في التبني أعطانا هذه الصفات مثل أي أب لأولاده أي يعطيه الجينات نحن عنا جينات الله في حياتنا اللي أمنى فيه أعطانا ميزاته وأعطانا صفاته في طبيعتنا لهذا السبب في الماضي وهناك عدة أحداث واحدة منها اللي ذكرتها قبل الطوفان والطوفان نعرف شو نتائج الطوفان كانت وترتيبات اللي الله أعطاها لنوح لكن ما تشالح مات عمره 969 سنة أطول عمر إنسان أطول عمر واحد إنسان وكأنه الله عم بيقول للإنسان ومش بس ما تشالح لكن بجيل ما تشالح والأجيال اللي سبقت كانوا الناس عادة عمروا سنين وسنين مئات سنين وكأنه الله عم بيعطي الإنسان مدة طويلة بكل معنى الكلمة مش بس بمعنى مجازي لكن أعطاهم سنين كتير نحن لما منعمر منعمر سبعين مع الشدة فثمانون بيقول لكتاب المتاز اللي هي أقل من عشرة بالمية من عمر ما تشالح أيو لكن لما جاء الطوفان الطوفان أهلك الناس كتار جدا لكن قبل الطوفان الله كان يتمهل وكان يتأنى ومثل ما بتقول الآية لا يشاء يعني هذا مش هدف الله مش شهوة قلب الله كيف ممكن للخالق أن يفعل ذلك بخليقته هذه ليست إرادته أطلاقا لكن لما الإنسان أخطأ وعصى مثل برجع لأولادنا مرات كتير لما أولادنا بيعملوا خطأ أو بيعصوا أو بيشردوا بيبطلوا يصير أولادنا نعطيهم مهلي نعطيهم وقت حتى يرجعوا كذلك الله مع الإنسان أعطاه مدة حتى يرجع لكن الشر وصل بهذيك الأيام مثل ما بتقول العبارة وصل إلى السماء وهذا السبب لما نزل غضب الله على الإنسان مرات ما نفكر أنه منحب الله يكون بس الله محبك الله رحوم الله شفوق الله بعين هالمزايا الحلوة لكن لا نريد أن نفتكر أنه الله ديان الله يغضب الله عادل هذه مسايا اللي كويس من بعيد لكن لا نريدها أن تطبق عمليا وكأنه نحن نتحكم بالله لكن من طبيعة الله الله قدوس قداسة الله تحكم بغضبه على الخطي لهذا السبب الآية بتقول أجرة الخطيئة موت وما زالت إلى الآن أجرة الخطيئة هي نوت لكن لا الله لا يميتنا لأنه هو يريد أن يميتنا لكن لما نحن سقطنا في الخطيئة أمتنا أنفسنا بأنفسنا كأننا حكمنا على أنفسنا بأفعالنا وبحياتنا وبطبيعتنا انفصلنا عن الحياة عن مصدر الحياة فصرنا في المدى خلينا نقف تاني برضو مش عايز المشاهد يسيب شاشة تلفزيون أو اللي بتتفرج على التلفزيون دلوقتي وتسمع البرنامج مش عايزة تنسى ولا ينسى التسلسل الرائع الجميل في رمية اثنين أربعة قالت سين بغنى لطفه غنى لطفه وبعدين امهاله وبعدين طولانه والهدف أنه يقتادنا إلى التوبة دي صفة الله الرائعة اللي بيصبر علينا لكن زي ما اتقال في أحد الحلقات وإحنا بنتكلم أنه إذا كان الله لم يشفق على ابنه فهيج وقت لن يشفق على الخاطئ على الذي رفض ابنه خلينا في الصفة الجميلة دي المحبة تتأنى وترفق المحبة تتأنى صفة من صفات الله الجميلة التي تعمل طول الوقت تعمل ما هو موقف المؤمنين خلينا قبل المؤمنين رسول بوليس ويتكلم في كورنسوس الأولى 13 هو عارف أن كنيس كورنسوس سقطت في هذه الصفة وقعت الكنيسة أن يكون فيها صفة التأني والترافق لكن الرسول بيمكنها قوي قوي وعايز المؤمنين يعيشوا هذه الصفة فنهارة آية وعلق لنا عليها في كورنسوس 3 3 عدد 13 عدد 12 بيقول إيه بيقول فالبسوا كمخترية الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتوضعا ووداعا وطول أنات عدد على طول قال محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا أين نحن من هذه الأعداد الكلام طبعا عن المواهب الروحية مواهب الروحية مثل ما قال أحدهم المواهب الروحية هي هبة هي عطاية من الروح القدس ونحن نظن أنه أعطاني هذه الهبة أو الموهبة وأنا أمارسها والرب يتمجد لكن هناك ناحية وهذا طبعا إذا كانت ممارسة الموهبة بقوة الروح القدس الراب سيتمجد لكن هناك طرف آخر مرات كثيرة في كنيسة المسيح نجهله كليا وهو هذا المواهب أعطيت لي ليس بإرسالي إلى الجامعة ليس بدفع أي ثمن لها ليس باستعداد الشخصي لكنها موهبة عطية من الروح القدس أعطاني إياها مقدرة أعطاني إياها لكي أمارسها لكن ما هو الهدف من ممارسة هذه الموهبة كأعضاء الجسد كل عضو لا يستقل عن عضو آخر العضاء تعمل مع بعضها كأنها تقول لبعضها البعض أنا سأقوم بدوري من أجلك في كنيسة المسيح نمارس مواهب الروح القدس من أجل الإخوة ليس لنتباهى على الإخوة لكن لخدمة الإخوة لكي ينموهم في الموهبة اللي أعطاني إياها الروح القدس فيكون الفضل ليس لي ولا لهم لكن للرب الذي يتمجد في الوسط فأنا أخدم وأخي ينمو والكنيسة تتوسع وتنتشر وتنمو أكثر فأكثر والرب يتمجد في الوسط والرب يزيد كما يقول في سفر الأعمال كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون وكان يعطيهم مواهب جديدة وكانت الكنيسة تنمى وتنتشر في ذلك الوقت وإلى أيام فإذن معنى الكلام ده يا سيد جون أنه إحنا كمؤمنين الله أعطانا مواهب روحية فياجب أن تخدم الجسد زائد الله دانا ثمر ثمر الروح القدس فقلنا طول الأناية واحدة من ثمر الروح القدس فالمفروض أنه هي لما يتكلم الرسول أن إحنا إذا كنا مختارية الله القدسين فعلا إحنا نعيش الكلام ده يبقى يكون فينا حشاء رعفات ولطف تواضع طول الأناية ووداعة ونحتمل بعضنا بعض فالاحتمال الاحتمال شيء أساسي وجوهري فينا كجسد المسيح أعضاء مع بعض فقبل ما نسيب المشاهدين خلينا ندي بس لمحة صغيرة صغيرة قوي 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 عن احتمال الزوج للزوجة واحتمال الزوج لولاده واحتمال الأولاد لأبوهم في خلال واحد والزوجة للزوج كمان احتمال طبعا طبعا وهو احتملها كمان الجمال المسيح أنه لما يعطي البركة لا يعطي البركة لشخص واحد أو لنهاية واحدة لكن نجدها تتضاعف البركة لآخرين ومن هناك لآخرين أيضا فمثلا ما أقصد بذلك لما البيت المسيحي ينمو في المواهب وينمو في صفات وثمر الروح لما طول الأنات تمارس في البيت وهذا البيت هو عضو في الكنيسة نجد نفس الثمر يمارس في الكنيسة يعني في طول الأنات جوالبيت ما بينكدوش على الناس جوالكنيسة لأنهم بيطبقوا جوالبيت ما بينكدوش على خدم الرب مثلا أو الأسيس ينكد على الإخوة وهنا التحدي وهنا التحدي فيه أشخاص مؤمنين بيقولوا اللي بيصير بالبيت غير اللي بيصير بالكنيسة طبعا ده مؤكد البيت لا إلي الكنيسة للأسيس وللبقية أنا أقدر أن أذهب إلى الكنيسة وإذا أشئت لا أذهب إلى الكنيسة وكأن بإرادتي كأن الأصبع يقول أنا بإمكاني أن أساعد أو بإمكاني أن لا أشتغل وهذا مش من طبيعة العضو العضو يعمل العضو حي العضو دائما مستعد للخدمة وكذلك في كنيسة المسيح لكن الكنيسة مكونة من عائلات من أفراد العائلات اللي بيئنوا الكنيسة فلما في ضمن العائلة وكأن الله أعطانا العائلة ونحكي عن الكنيسة كأنها عائلة المسيح لكن في عائلاتنا كأفراد الزوج والزوج والأولاد كأن العائلة هي مختبر صغير نمارس فيه كل الصفات اللي موجودة في الكنيسة نخدم بعضنا البعض نتأنم مع بعضنا البعض نحب بعضنا البعض وإلى ما هناك من كل الصفات والحياة وهناك حياة في العائلة والعائلة هي مصغر عن كنيسة المسيح المكونة من عائلات كثيرة شيء ففي العائلة الصغيرة لما نتدرب على التواصل مع بعض لما أنا بعندي طول أنا اتجاهك والزوجة تزهجها والزوجة تزهج تجاه أولاده لما يمارسوا طول الأنات ساعتها يتدربوا على هذه الصفة وينقلوها إلى كنيسة المسيح شكرا جدا يا سيد جون الحياة يمكن ده اللي احنا عايزين نوصل له أنا مرضتش أسأل السؤال داخل الكنيسة بس أنا حابت أسأله داخل البيت علشان البيت هو الصدى بتاع الكنيسة شكرا جدا على الوقت الرائع والبرنامج جري بسرعة وربي باركك ونتمنى نشوفك تاني في مدرسة الحياة عزيزي المشاهدين قبل ما أترككم أحب أقول لكم نصيحة المحبة تتأنى فيها طول أنات البس أحشاء الرب يسوع تقدر تعيش طول الأنات جوة بيتك تقدر تعيشها في شغلك تقدر تعيشها في كنستك تقدر تدوء طعم جميل جدا من صفة من صفات الله تبصم بيها حياتك وتظهر أمام الأخرين ربي باركك أتمنى تاخد قرار إذا كنت بعيد عن رب ارجع وتوب لأن الرب طويل الأنات بينتظر يوم رجوعك عشان السامة تفرح برجوعك أربي بارك حياتك نراك في يوم جديد وحلقة جديدة من مدرسة الحياة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر